فيدينا من المتعارف عليه في مجتمعاتنا العربية على أن الفتاة تتربى على أن الزواج هو مصيرها الطبيعي ومع الوقت تتبلور هذه الفكرة وتتحول إلى الحلم المنتظر والفرح المنشود التي تطلع لها كل فتاة لتكوين مستقبلها في النهاية الزواج هو الخلية الأولى لتكوين المجتمعات وأيضا هو سنة الله في الكون لتستمر الحياة رغم صعوبة هذا القرار المصيري لكن بداية نلاحظ في الفترة الأخيرة عزوف بعض الفتيات عن الزواج وبشكل واضح جدا وملحوظ حاوز من باب الفضول والاستغراب أني أبحث في الموضوع ولفت انتباهي بعض التصريحات والأراء لبعض الفتيات يستعرض بعضها ورح نشوف معكم أولها أن الزواج لم يعد من أولوياتهم وأنهم يفضلون العمل وبناء المستقبل وأيضا الشعور بالاستقلالية بدلا منه أما البعض الآخر صرح أن الزواج ما هو إلو العقد تقييد للحرية والعزل طبعا هذا من وجهة نظرهم عزل عن العالم وأن الزواج يحول المرأة إلى آلة لتنفيذ الأوامر وعند البعض الآخر تجارب الأهل القاسية اللي تخلى لها ظلم أو عنف وطبعا هم مشاهدوا على هذا الشيء وجعلهم يحملون هذه الفكرة السلبية عن الزواج كما أن البعض يفضلوا البقاء عازبات على أنهم يتزوجون أنصاف رجال على حد تعبيرهم لأنهم يشوفوا أن مفاهيم الرجولة تغيرت واحتزت في وقتنا الحالي